توقعاتنا في السادسة الحمد لله ما بتجليش أنا قلت لحضراتكم من فترة طبعا وخصوصا بعد سؤال العروض ونتائج اللي بيلعب بيها سولشاير مع منشستر يونيتد إنه واحد من أهم الأسماء المرشحة كان زين الدين زيدان والنهاردة التايمز بتأكد على توقعاتنا التايمز الإنجليزية كلمت على إنه في محاولات جد جد من إدارة منشستر يونيتد عشان يقنعوا زين الدين زيدان المدير الفني طبعا السابق لريال مدريد ونجم فرنسا الكبير جدا طبعا إنه يتولى المهمة ويخلف أولي جونر سولشاير المدير الفني الحالي والصحيفة اتكلمت إنه في محاولات الإقناع زيدان بالفعل عشان يتولى تدريب الفريق وخصوصا إنه مش بس الحقيقة زيدان نجم كبير لكنه سابق ليه إنه تعامل مع نجوم الفريق أمثال طبعا كريستانو رونالدو وأمثال بران لما كان بيدرب ريال مدريد والاثنين كانوا في التوئيد يعني بيلعبوا في الريال زيدان حلمه كان إنه يتولى مسؤولية تدريب منتخب فرنسا وحلمه التاني كان إنه يتولى مسؤولية باريس سان جرمان لكن فرصته في الاثنين دول دلوقتي بعاد يعني نوعا ما بوتيتينو مع بي أجي وديشان مع فرنسا أعتقد هم مسبتين أماكنهم بشكل كبير جدا وصعب جدا إنه يكون فيه تغيير في نص الموسم بالنسبة لاتنين فرنسا اللي بتاخد واللي متعلقت بالمناسبة واكتسحت كزاخستان بنتيجة تمانية صفر وبي أجي مع بوتيتينو برضو بتقدم عروض كويس على أقل على المستوى المحلي فمن الصعب أنه يكون فيه فرصة ومن هنا احتمالية إنه زيدان يتولى المسؤولية ممكن تكون قريبة جدا